دكتور لما نجي نقول أنه فيه اتفاقيات كتير للشباب تبادل ثقافي وتبادل طلابي ما بيننا مثلا وبين ما بيننا كمصر وما بين الاتحاد الأوروبي شباب اتحاد الأورو متوسط وغيرها كتير جدا هل فيه حاجة زي كده تبادل طلابي بين شباب المدارس وشباب الجماعات بحيث أنهم يدرسوا برا وإحنا نستضيف شباب روسيين يمكن مؤتمر الشباب بالذات النسخة الإلكترونية قرب ده جدا لكن خلينا نوسع قاعدتنا الجماهيرية في وسط الشباب طب أقولي قابل لسه ما نزعش في مدارس تبا سواها القيروة مفردت به اتشكلت لجنة مصرية حاليا اسمها اللجنة الوطنية للتحضير لمنتدى الشهب العالمي في روسيا في مارس 2024 ده المنتدى اللي هتتحه الرئيس فلاديمير بوتين واللجنة دي أنا بتشارب العضوية فيها ومعنا يعني من وزار الشاب ورادة أدخل عبدالله الباطش وستاذ أحمد براني من شباب رئيسة الجمهورية ونستعد الآن لأعمل انترفيوهات مع الشباب اللي يرغب في المشاركة في هذا المنتدى مصر حتبقى وافدها كبير جدا 140 شخص شاب وشابة من الدول اللي عددها كبير في دول كتير أقل بين كده الشباب عندنا كبان عندهم خبرة في المشاركة في مثل زلم والمؤتمرات والمتدادات الكبيرة طبعا إن شاء الله هنرطح قريب جدا باب الاشتراك وحيبا فيه موقع الناس هتسجل عليه وبعد التسجيل حيعملوا انترفيوهات مع اللجنة وإن شاء الله قفضي مصر يبقى مميز جدا وحنشارك في ممتدى الشعب العالمي في روسيا 24 إن شاء الله عزين جدا طب بالنسبة بقى لسؤول منا بتاع المنح الدراسي المنح كان روسيا بتدينا 110 منحة كل سنة منهم جزء مخصص للمهندسين المصريين اللي حيشتغلوا بعد كده في الضبعة وانا قابلتهم في موسكو وقابلتهم في أكتر مكان في روسيا وكان ساعت جدا أنهم مش بس بياخدوا جزء الأكاديم ونظري تخال بحدك بينزلوا مفاعلات بينزل مفاعل نووي يشتغل عملي فده حيجي لي يشغل الضبعة التعامل مع الجنب روسي الحقيقة فيه شيء جيد يستحق الإشادة أنه لما بيعمل عندك مشروع زي الساد العالي أو مصنح للسولبة أو الألمونيوم أو الفساد بيعمل كوادر عشان تديري المشروع بعد كده اللي واحدك بدون الاستعانة به هو بيعمل كل وقت حاليا مع الضبعة ودي أصلا سياسة المصرية فكرة أن نحن نبقى عندنا نمتلك الاستقلالية التمة أن نحن نقدر ندير ونطور كمان بالضبط كده فالمنح دي من مئة وعشرة بقوا من مئة وخمسين زادوا فيه كمان خبر جديد أنهما السنة جاية هيزدوا أكثر فالمنحة اتفتحت دلوقتي حاليا أي شاب يخش على موقع البيت السروسي بالقاهرة حيلاقي موقع بتاع وزارة التعليمية للروسية هيسجل على المنحة بشفافية تامة بتعامل مع الموقع والموقع هيرد عليه على طول عشان يسجل البينات بتاعته وورقه وإن شاء الله المتين وخمسين منحة للشباب مصر يستفيدوا بها في كافة التخصصات في الموسم الدراسي 24-25 إن شاء الله